بقاعة العروض القصبة بتنجة كان الجمهور على موعد مع تنجتانوس العرض المسرحي الذي يعيد إحياء الأسطورة بطابع حداثي في بعدها البزنطي وعمقها اليوناني الذي عرفته إمبراطوريات موريتان تنجتان بلمستها الترجلية تعكس مسرحية تنجتانوس بعدا إنسانيا بكتابة أدبية تمزج ما بين القول اليومي البسيط والقول الشعري البلاغي التجربة تنجتانوس هي تجربة التي أخذت رفقة زوبير بوشتا الصديق أخذت بزاف دي الوقت دي التأمل حتى إذن هي كتابة مغايرة مقارنة مع النصص التي تقدم في المغرب احتفاءها باللغة العربية احتفاءها بمدينة الطنجة احتفاءها بالأسطورة هو عرض نحاول من خلاله أن نسترجع أسطورة هراقل في صراعه مع أنطيوس حول تنجيس المدينة والمرأة فنحاول من خلال هذا العرض أن نسترجع لتاريخ العريق لمدينة طنجة والمغرب في حضوره العريق في الحضارة المتوسطية العريقة المصرحي دي التأمل هي تهدر على الأسطورة طنجة تهدر على الأسطورة الذين كانوا في الأسطورة أنهم عايشون هنا في طنجة بحال هراقل بحال أنطيوس قدمنا بزاف على المصرحية كنا دوزنا ريبطيسيون دي الشهر بدنا ريبطيسيون في فرباط أبخي جيناد هنا لتنجة ميزون سين ديال عبد المجيد الهواس ونص ديال الزوبر بن بوشتا صراحة كل شي دار افوغ كبير بزاف باش نطلع هاد المصرحية حيث كيف مجتي مصرحية فيها ساعتين ونص باللغة عربية وزع ما كان خص أفوغ كبير بزاف باش نقدرون نصل هاد الغزيلتا ويقدرون ننس يشوفوها العرض المصرحي الدرامي حمل الحضور إلى عالم إغريقي في شخص هراقل وأنطيوس ديجانير وتانجيس لتعطر فضاء الراكح بأريح الأسطورة التي تحكي عن صراع الحب والكراهية بنفس أسطوري وبطبع مغربي متوسطي جعل من تنجة المدينة التي تتغنى بها الأساطير اشتركوا في القناة